الحرب في زمن الكورونا اكيد طبعا انت اول ما ورأت العنوان قلت الموضوع في ضرب وقتل وصوريخ لا يا حبيبي ما فيش بس تكمل الفيديو للنهاية وتعرف انقصد النهاردة معايير الحرب اختلف وبقى في حرب من نوع جديد لان الدول اقتنعت ان حرب الجيوش ما بيجيبش غير الدمار والخراج بقى في حرب اقتصادية واجتماعية وسياسية الحرب بقى في زمن الكورونا بقت حرب اقتصادية اكيد طبعا كلنا سمعنا عن انخفاض الرهيب لسهر البترول اللي وصل ل 16 دولار وده ما حصلش من يجي 18 سنة طب ما تيجي نحكو الموضوع مع بعض ونعرفه اصلا ازاي دي حرب وازاي الموضوع حصل الموضوع بدأ لما بدأ ازمة الكورونا العالمية اكيد كلنا عارفين ان ده شل حركة الابتصاد العالمية وخفض الانتاج واستهلاك الطلب ومع انخفاض الطلب عالميا على النفط ده قدى الى زيادة الكميات المعروضة فبالتالي هيقل السعر والكلام ده قالت به ابتصاده معروف كويس جدا على حسب قانون العرض والطلب بحيث كل ما يقل الطلب فبيزيد العرض فبالتالي السعر بيقل بمعنى اكثر يعني مثلا السلعة دي الناس مش بتشتريها فموجودة بكميات كبيرة في السوق فبالتالي الطلب عليها بيقل فبالتالي سعرها لقل وهو ده بقى قانون العرض والطلب يعني المعقول والمفروض حاليا انها انخفض كميات انتاج البتروب عشان تبقى الكميات الموجودة في السوق قليلة فبالتالي السعر يبدل سابق او يزيد بس يا سيدة اللي بيحصل عكس كده والانتاج بيزيد يوم عن يوم تعال يا سيدة فهمك اللي حصل بس في الاول في معلومة كده حطاها على جنب فوقها هي ان اعلى ثلاث دول في انتاج النفط بالترتيب امريكا روسيا السعودية الموضوع بدأ ان روسيا والسعودية دخلين ضد بعض في حرب نفس طويل ومعنى كلمة دي هفهمها لك في الان في وسط الكلام ده كله امريكا اللي بتخسر يعني السعودية وروسيا ينتجوا وحربه في بعض هو امريكا اللي تخسر ايوه هو ده اللي حصل وهيفهمك ليه اصلا اما قلتلك ان امريكا رقم واحد في انتاج البترول ما قلتلكش ان في فرق بين بترول امريكا وبترول روسيا والسعودية روسيا والسعودية عندهم النفط الخام انما امريكا عندها النفط الصخر طب ايه الفرق؟ الفرق طبعا في تكاليف الانتاج تكاليف انتاج النفط الخام اقل بكتير من تكاليف انتاج النفط الصخري زمان النفط الصخري ما كانش بيتم انتاجه لان زي ما عرفنا ان تكاليف انتاجه مرتفع بس مع تطور التكنولوجيا زاد الطلب فانخفت سعر الامتاج بالاضافة طبعا لارتفاع سعر النفط العالمي ولو انت مركز معي من اول فيديو هتيعرف سعر النفط زاد ليه لان زي ما قلنا لما بيزيد الطلب على منتج معين فبتقل كميته من السوق فبالتالي بيزيد سعر وهو ده اللي حصل في النفط بالزبط تخلى ان انتاج النفط الصخري بقى ليه قيمة كبيرة وبالتالي بقت امريكا هي رقم واحد في انتاج بس لازم تعرف ان الفرق في تكاليف الانتاج كبيرة وده ادى ميزة نسبية للسعودية وروسيا عن امريكا انهم يكسبوا اكتر في سعر كل برمية انما امريكا بتبيع بنص السعر بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج عندها وده اللي بيعمل خسايا كبيرة للشركات الامريكية روسيا بقى لما زودت الانتاج قال للسعر العالمي وبالتالي زي معرفها ان عمل الخساير في الشركات الامريكية زائد ان اتفتحت لروسيا مجالات تانية بديدة وده ممكن يخليها رقم واحد في انتاج البترول على مستوى العالم وتقدر تتربع على العرش وتنزل امريكا من العالم جيت السعودية وروسيا يعملوا مع بعض اتفاق وسموه اوبك بلاس بينه وبين مجموعة دول عشان يخفضوا الانتاج العالمي للبترول وبالتالي سعره يفضل مصبوط بس طبعا لازم تحصل حاجة جيل رئيس بلاديمير بوتين رفقت طب ليه يا عم بوتين ترفق السعودية تسكت لا طبعا جيت السعودية علت عليها وراحت مزودة لانتاج وانضمت لها الامراء الموضور فعلا بقى بلروسيا والسعودية بقى اشبه بالحرب والمتضررة في النص هي امريكا وده حل امريكا طب الحرب لما تبقى بالاقتصار بقى امريكا رقم واحد هتستسلم بسهولة جيل رئيس ترامب شارك كميات كبيرة من البترول لبعد انتهاء فيروس كورونا عشان يستهلكها بعد كده وبالتالي يسد عجز الموازنة اللي واقف معها ليه طب سيبك من امريكا خلينا في رسيا والسعودية السعودية في اسوأ السيناريوهات هي برضو الاقل عاوز اقولك ان سعر ان تكبر ميل النفط في السعودية ممكن يوصل من 2 ل 4 دولار تمتخيل؟ يعني كده كده مش فرقة مع السعودية ده طبعا غير ان احتياط النقض الدولي بتاع السعودية عالي بالاضافة الى ان السعودية في الفترة الاخيرة بدأت تنوع في انشاطتها الاقتصادية يعني مش وقفة عالبترول بس فيه حاجات تانية بتزد معا يعني من الاخر مش فارق مع السعودية وشكلها هي فعلا اللي هتكسب في حرب النفس الطويل اللي قلنا عليه عاش السعودية اما روسيا بقى يا سيدي فقالت ان هي ممكن تقعد من 5 ل 6 سنين عالحال ده بس انا عن نفسه والله اشوف هو صحيح تكلفة البرميل من 7 ل 9 دولار بس مش ده موضوع الموضوع اللي هو محتاج فرق السعر عشان يسدد عكس موازنة الدول ويدفع للشركات المتضررة حاليا بازمة كورونا امريكا بقى يا سيد هي المحتارة متوسط تكلفة البرميل عندها بتوصل ل 55 دولار طبق الدول ايه موقفهم من التضرر في انخفاض الاسعار الحالية ما الدنيا كلها مش روسيا والسعودية وامريكا الدول دي مقسومة لاثنين يا امم خزنة بترول عندها من قبل الازمة وحاليا غصبا عنها هتبيحها بالخسار او ان الدولة دي عندها القدرة انها هتخزن البترول حاليا زي امريكا مبتال بس لو الازمة استمرت ومعرفتش تجفه اسمين تبقى سنتها سواء يعني زي ما فيه من الدول اللي كذبان وفرحان وفيه اللي خسران وزعلان وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب والمصادر موجودة تحت في الديسكريبشن اكسف الفيديو ولو عندك اي اقتراحات لحلقات جديدة يريد اكتبها في الكومنتات وشكرا